السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد معنا في سلسلة Proverbs and Idioms بس قبل ما نبدأ النهاردة في الProverbs اللي معانا كنت عايز اكد على فكرة كده هي اننا لازم نتعرض لأكبر قدر ممكن من الProverbs والIdioms والExpressions لان هي دي طريقة الNatives في الكلام مش مجرد ترجمة من لغة لأخرى ولما بنستخدم الProverbs Expressions Idioms Collocations اللي هي المتلازمات الكلمات اللي غالبا بتيجي مع بعض بنبقى More Professional وكل ده هيخلينا نقدر نوصل لمرحلة ان احنا نحاكي الNatives اللي هم المتحدثين الاصليين للغة بالنسبة لمسألة التطوير شوف انت لما بتتعامل مع شخص مش Qualified في مجاله مثلا دكتور روحتله وهو مش بيطور من نفسه مكتفي بالمعلومات اللي اتعلمها من الكلية فانت بتحس ان انت متضايق يعني وضيعت وقتك ومجهودك في تجربة غير مفيدة نفس الكلام بالنسبة ان احنا محتاجين ان احنا نطور نفسنا علشان اللي يتعامل معانا يحس ان احنا كواليفايد وان احنا بنقدم له محتوى جيد واول برافرب معانا النهاردة Blood is thicker than water وده معناه الحرفي ان الدم اكثر كثافة من الماء المعنى العامي هو الدم عمره ما يبقى مية الضفرة عمره ما يطلع من اللحم الموقف اللي بنستخدم فيه هالبرافرب ده To say that family relationships are more important than any other kind ولو خدنا example ممكن نقول families have their own problems but blood is thicker than water ثاني برافرب معانا To heads are better than one المعنى الحرفي رأسين افضل من رأس واحدا المعنى العامي ايد على ايد تساعد ايد لوحدها ما تسقفش كده يعني الموقف ده بنستخدمه علشان نأكد على فكرة ان two people working together can solve a problem quicker and better than a person working alone ولو خدنا example انا ممكن اقول له واحد I can help you do this job two heads are better than one هالبرافرب اللي بعد كده معانا birds of a feather flock together المعنى الحرفي للبرافرب ده ان الطيور اللي من نفس الفاصيلة او لليها نفس الريش بيتجمعوا مع بعض وبيروحوا وييقوا مع بعض المعنى باللغة العربية الطيور على اشكالها تقع الموقف اللي بنستخدم فيه البروفرب ده لما بنلاقي اتنين رايحين جايين مع بعض كده فبنقول عليهم المثل ده وبنستخدم البروفرب ده to say that people of the same type seem to gather together ولو خدنا مثال للبرافرب ده اتنين بيتكلموا مع بعض واحد بيقول John spends too much time with these boys التاني بيرد عليه بيقول له birds of a feather flock together عمرك قبل كده سمعت جملة وترجمتها مع ان ترجمتها سهلة جدا وهي الجملة سهلة جدا الى ان ترجمتك غير الحقيقة زي مسلا watch your name watch your name دي باختصار هي what is your name احنا ممكن نسمعها watch بمعنى يوشاهد بس مش هتديك معنى في الاخر watch your name يعني شاهد اسمك ملهاش اي معنى طيب النهاردة برضو في الحلقة بتاعتنا سمعنا makes you makes you وعشان كده ان شاء الله هنبدأ سلسلة جديدة جنب السلسلة بتاعت Proverbs and idioms هنسميها American English stay tuned والنهاردة في الفيديو معانا idioms واول idiom هو make somebody's blood boil وده معنى to make somebody extremely angry والمعنى بتاعه في اللغة العربية ان بيخلي دم حدي يغلي زي موقف مثلا اتعردت له او كلام سمعته فمجرد ما سمعت الكلام ده اتعردت له الموقف بتحس ان دمك كده بيغلي ومتضيق خالص من اللي انت سمعته ولو خدنا مثال ممكن نقول the way they treated those people made my blood boil ال idiom الثاني اللي معانا النهاردة make my blood run cold وممكن نستبدل كلمة my باي ضمير تاني معنى ال idiom ده ان في حاجة معينة نشف الدم المعنى باللغة العربية الفصحى لقد اخفتني وشرح بتاعه if somebody or something make your blood run cold they fry in you very much ولو خدنا مثال the crocodile which i saw yesterday made my blood run cold ودلوقتي اكسرسايز صغير لكم كده هجب لكم صورة ال proverb خدناه في فيديو سابق وانتو عليكم ان انتو تفتكروا ال proverb وفي نهاية الفيديو احب اشكر كل الناس اللي بتساعدنا في تقديم محتوى جيد لكم وما تنسوش الاشتراك واللايك والشير وتفعيل الجرس اشتركوا في القناة